هو أقرب إلى مستنقع منه إلى شارع يعرف باسم شارع الحي الصناعي وهو مثال صارخ على تدهور الخدمات في مدينة الموصل بمحافظة نينو هذا الشارع من سبع سنة بلت لحد لما أحد بلتوا جاءوا قبل سنة كسروا قرباتش الصباح تبلتوا لحد لما أعافوه وهذا الشارع بظهر دينوة الشرقية بالضبط الوصف باقي هاي تصور قدام عينك يعني شوف وهي خاصة بالشيطة غير ما أحد يقدر يفودي في فرع يعني ديهن وما يصير مصي أنا مصي هذا الخراب في شارع الحي الصناعي لم تقتصر أضراره على حركة السيارات والزائرين القاصدين محلات الصناعيين بل تعدتها لتؤثر بشكل كبير على أرزاق الصناعيين في هذا الحي جو جمعت البيضية كسهون كله شفرات ورادرات وحفاغات قالوا حساسهم بلطوا وجو أثناء الآليات الثقيلة ما لمسدوا الشرائط الشرائط سدون الأفرع بالشرائط قالوا عزوا كلكم ولا تفتحون فأثناء عزوا يعني كل العلم قطع ترزاق اللي عنده صب مقابل محلو يشتغل عليه على باب الله وهذه كلها كسهوا قالوا واحن بلط الشارع عامة من الغاس يلغاس فغاحوا كسهونه لي حد لن ما جوا هاي المشاكل العاني مننا بالحي الصناعي في صناعة المعارض السوق الخدمات يعني يوجد تنظيف بس نسبة قليلة جدا وهي المشاكل للطسات والشارع هايش وفوه الحفار المطبات هاي مصدر رزق للناس سيارات العالم يعني تفوت وتطلع أصحاب المحلات الناس اللي جايز صلح فالسبب مشاكل كثيرة ويعاقل لنا بالعمل أجهات الحكومية المسؤولة في الموصل يتهمها الصناعيون في الحي بتهميش الخدمات على مدى سنوات طويلة في وقت تتحدث فيه هذه الجهات عن ثورة في الإعمار والخدمات لا يعكس وجودها كذا شارع مهترئ في الحي الصناعي مصداقية لإحاديثها الثورة إعمار كبيرة يقودها سيد محافظ نينوى تباشر بها الدورة الخدمية وعلى رأسها بلدية الموصل هذا الإعمار يشمل تنظيم الطرق وتبليد الحياء الغير مبلطة وكذلك معالجة الشوارع وإعادة التنظيم ومتنزهات وتوفير عماكن ترفيهية ويعيش العراق ومدينة الموصل بشكل خاص حالة متقدمة من التقصير والإهمال الحكومي للخدمات فيها في كافة القطاعات ما فقم مأساة هذه المدينة التي لم تشف بعد من جراح الحرب ترجمة نانسي قنقر